معنا من بغداد رئيس مجموعة الدراسات والأبحاث الدولية محمد لعقالي ومن أربيل الباحث في أشأن السياسي علي المتابعة هذه القضية أكثر أرحب بكم ضيفي الكريمين أبدأ من أربيل معك سيد علي هل تتفق مع وصف حكممة الإقليم قرارات المحكمة الاتحادية بالمسيسة والجائرة نعم مساء الخير عليك أستاذ زينة وعلى ضيفك الكريم ومشاهدين قناتكم الموقع راينما كانوا بطبيعة الحال كلما بدأت الأجواء إيجابية بين الإقليم والحكومة الاتحادية لمعالجة المشاكل تظهر المحكمة الاتحادية بسيفها الباطل المسلط على رقاب الشعب الكردي وتصدر قرارات بعيدة كل البعد عن روح القانون لماذا؟ المحكمة الاتحادية من تقدم بالدعوة الناهب مصطفى سند كما يقولون فاستند بأنه إقليم كردستان يأخذ 200 مليار دون أن يدفع الأموال التي تأتي من صادرات النفط وإلى الرواتب هذا غير صحيح لأن هذا 200 مليار شهريا يبعث إلى أقليم كردستان كمكمل لحصة الأقليم من الموازنة البالغ 10 تريليون و600 مليار يعني 200 مليار يبعث شهريا في السنة 12 شهر يصير تريليون و400 مليار أي ما تبقى من حصة الأقليم في ذمة الحكومة الاتحادية 8 تريليون و200 مليار يعني المحكمة الاتحادية لا تذكر كل هذه التفاصيل وإذا جهة يقوم حسب القانون بالدعاء على طرف آخر ليس من الأولى استدعاء الطرف الآخر أيضا له حق الدفاع النفسي لكن هذه المحكمة تصدر قرارات منذ فترة طويلة ضد الشعب الكردي وتقبلنا بعض القرارات عن مضض ولكن بالحقيقة هذا لا يحتمل لأنه لعب بقوة الناس هذا ليس رواتب الموظفين رواتب الموظفين استاذة زينة لو تسمحي لي 900 مليار و68 مليون شهريا هذا فقط 200 تكملة للمتفق عليه حسب اتفاقات أطراف تعالف دارة الدولة الذي أضع إلى تشكيل الحكومة يعني هذا انقلاب على الحكومة على الأطراف السياسية قبل أن ينقل ضد الشعب الكردي وحكومة تقليم كردستان أنتقل إلى بغداد معك سيد محمد وأسألك مدلالات توقيت قرارات المحكمة الاتحادية الآن شكرا جزيلا سيدنا على هذه الاستطافية تهلكي والأخ علي وإلى جمهور قناتكم موقرة القرارات المحكمة الاتحادية ليست فيها توقيتات وليست فيها انتقائية ولا توجد في قرارات المحكمة الاتحادية أي جنبات سياسية لا من فوقها ولا من وسطها ولا من تحت هذه القرارات هي قرارات تصدر من أعلى سلطة قضائية في البلاد القضاء العراقي السلطان لا سلطان عليه فبالتالي التشكيك والاتهام القضاء العراقي مسألة خاطرة جدا فبالتالي على الأطراف السياسية وحكومة تقليم كردستان أن تصفي ما في ذمتها من متعلقات مالية لأن أقليم كردستان لا زال ولحد الآن منذ عام 2003 لا يسدد بغداد لا من عائدات القمارق ولا المنافذ ولا الضرائب ولا أن تكون هناك المستحقات من جراء بيع البترول وغيرها هذه الملفات الشائكة لا بد يأتي يوم من الأيام أن تكون على الطاولة الحقيقية ولكن سيد محمد أعتذر على المقاطعة ولكن ألم يكون هناك اتفاقات سياسية بين الإطار التنسيقي والديمقراطي الكردستاني حتى تشكل حكومة السوداني فتناقش هذه الملفات باتفاقات ترضي الطرفين هذا جانب آخر المحكمة الاتحادية ليس لديها أي علاقة بالتحالفات لا تحالف الدولة ولا الأطار التنسيقي ولا الديمقراطي الكردستاني هذا مسألة أخرى مسألة اتفاقات سياسية من الممكن للحكومة أن تنفذ هذه الاتفاقات إذا كانت متفقة حقيقة على أن تكون هكذا الأموال تدفع إلى أقليم كردستان لكن القضاء العراقي لا يعرف هذه الاتفاقات السياسية بعيد كل البعد ثانيا القضية السياسية سوف تكون أخطر وأعمق عندما يكون أو يستمر هذا الاتهام إلى المحكمة الاتحادية أقليم كردستان الآن وقصة أربيل في حالة حرجة لا أقليميا الأمور دافعة باتجاهي ولا داخل أقليم كردستان الأمور تدفع باتجاه تقوية موقف أربيل الآن فقط أربيل هي من تتهم المحكمة الاتحادية لا نسمع أصوات إلى السليمانية وباعتقاد أي تصعيد باتجاه المحكمة الاتحادية سوف تكون هناك الردود عكسية كما كانت في عام 2017 قضية الاستفتاء كانت أمور عكسية على أربيل لم يتضرر بنا سوى شعب أقليم كردستان هناك فبالتالي إذا أردنا أن تمر الأمور بسلام علينا تطبيق قرارات المحكمة الاتحادية ومن ثم تصفى الأمور مهنيا فنيا بين حكومة أقليم كردستان والحكومة الاتحادية وتمضل اتفاقات سياسية إن كانت هناك اتفاقات سياسية قضية إقحام القضاء في الجانب السياسي واتهام القضاء بالتسيس هذا أمر مرفوض سوف يعقد من المشهد لأن القضاء لحد الآن وخصا السيد فائق زيدان عمل جاهدا أن يجعل القضاء هو بعيدا ونأى بالقضاء بعيدا وحتى المؤسسة القضائية فلتر الكثير من مفاصلها والمكانات التي فيها خلل معين تم تسنيدها بأشخاص وبالدستور وبالقوانين التي هي من الممكن أن تكون رصين إلى حد كبير رغم الضغوطات رغم المناخات السياسية الضغطة على البلاد فبالتالي القضاء العراقي لا زال مسيطرا بمواقفه ويصدر الأحكام ليست فيها أي عدوانية ولا أي ضغينة باتجاه شريحة من شرائح الشعب العراقي ولا قومية من قوميات الشعب العراقي ثانيا الشكوى تلقتها المحكمة الاتحادية من نائب لم تتلقى المحكمة الاتحادية هذه الشكوى من الحكومة أو من أحزاب سياسية تابعة إلى أتلاف الدولة أو إلى الإطار فبالتالي علينا أن ننظر للقضاء بنظرة الاعتدال ونظرة الاتزان ومن ثم سوف تستحصل الحقوق ومن الممكن للقضاء أن ينصف كل الأطراف سيد علي ما المعطيات التي اعتمدت عليها حكومة أقليم كردوسل للطعن بالمحكمة الاتحادية وقراراتها وهل هناك اتفاق بين الاتحاد والديمقراطي على الطعون الموجهة إلى المحكمة الاتحادية وقراراتها في هذا الملف أستاذ زينة الشعب الكردي موحد يعني الاتحاد والديمقراطي وجميع الأحزاب حكس ما تفضل به الأستاذ محمد وأنا أستغرب الأستاذ محمد وحتى المحكمة الاتحادية تقول نصف الحقيقة وتقرأ نصف الآية لا تقرب الصلاة ولا تكمل الآية هم يقولون بأن أقليم كردستان منذ عام 2014 لم يسلم واردات النفط وهذا صحيح أنا أقول له وهذا صحيح لكن لماذا بالمقابل لم تصل حصة الإقليم من الموازنة فهناك حسابات متبادلة يجب تصفيتها المحكمة الاتحادية لا تلم بهذه الأرقام المحكمة الاتحادية استجابت لدعوة النائب مصطفى سند وهذا النائب أيضا أنا أشك لأنه سبق هذا النائب هيثم الجبوري ويغطون به على عمليات سرقة أموال الدولة والمال العام بمعادات إقليم كردستان هذا أصبح معروفا لأنه إقليم كردستان الخاصر الرخوة لمهاجمة الحكومة ومهاجمة يعني هذا الجو العام وهي يعني حاليا حتى ارتفاع سعر الدولار يناسبه إلى 200 مليار وما هو قيمة المتين مليار هؤلاء الطبقة السياسية مفترض أن يدافعوا عن أموال العراق الذي بنحوه لدول أخرى عقود بخمسين عام لاستيراد الغاز من دولة جارة بأضعاف مضاعفة ولا يهتز شارب من شوارب هؤلاء أساسة كأنه بالكردستان ليس أحق بأمواله ويمنحون للدول الأخرى منح بمليارات الدولارات ولا تهتز شوارب هذه الطبقة السياسية أنا أستغرب جل استغراب لأنه هؤلاء بالحقيقة معاداتهم للشعب الكردي وليس حرصا على المال العراقي إذا كان المال العراقي سائب في مكانات كثيرة وبالعكس تماما إقليم كردستان لديه في ذمة الحكومة الاتحادية صحيح لم يسلم واردات النفط ولكن بالمقابل لم يستلم حصته من الموازنة كان في فترة 17 في فترة 14 في فترة 12.67 كل هذه الأموال يجب أن تصفى وللإقليم في ذمة الحكومة الاتحادية فعلى الخبراء أن يعالجوا هذه الأمور ليس ناس سياسيين يظهرون في وسائل الإعلام يفرعوا ما في داقلهم من حقد دفين اتجاه شعب إقليم كردستان هذه الخلافات سيد محمد برأيك هل ستؤثر على استمرارية حكومة السوداني أولا وعلى النقاشات بشأن الموازنة ثانيا تفضل لا أعتقد سوف تؤثر على حكومة السيد السوداني حكومة السيد السوداني ماضية بالخطط والبرامج التي كتبتها من خلال المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي ولديها أولويات ومن ثم تكون هناك استكمال لهذه الخطط تحتاج بعض الوقت وحتى التصعيد السياسي هي ليست بجهة سياسية أنا أستغرب من أستاذ علي يوكل الموضوع دائما إلى الجنبة السياسية ويبتعد عن الجنبة القانونية لأنه ربما ضعيف جدا الموقف لإقليم كردستان من الجنبة القانونية فبالتالي يتهربون من المساحة القانونية يذهبون باتجاه الجنبة السياسية أنا هنا لا أدافع عن حزب ولا أدافع عن أي شخص من العملية السياسية في بغداد وباقي المحافظات وإقليم كردستان هنا أنا أدافع عن القضاء العراقي الذي أنا شخصيا أعتبره العرين الأخير لكل العراقي بما فيه إقليم كردستان المحكمة الاتحادية قانون المحكمة الاتحادية السبعون بعد المئة باعتقادي تمحص كثيرا وفلتر كثيرا من قبل الفقاهاء في القانون في المحكمة الاتحادية والأخوة الكرد لديهم يعني من يمثلهم في المحكمة الاتحادية والاتهامات للمحكمة الاتحادية سوف لن تجدين فعن وكانت هناك أصوات سمعتها بأن قانون المحكمة الاتحادية يفترض أن يقر فإذا أقر قانون المحكمة الاتحادية وكانت ذات القرارات تتخذها المحكمة الاتحادية هل سوف تكون الاتهامات على المحكمة الاتحادية من قبل المتضررين أعتقد القانون لا بد أن تكون هناك جهة متضررة وجهة مستفيدة فألا تكون الجهة المتضررة تصب جم غضبها على المحكمة الاتحادية إلا أن يوم من الأيام ستكون هناك قرارات المحكمة الاتحادية باتجاه قليل كردستان الموازنة العراقية سوف لن تتأثر تأثرت فقط في الدولار والخلخلة وعدم الاستقرار في الدولار لكن السيد السوداني بعد تغيير محافظة البنك المركزي ذهب باتجاه أصلاحات اقتصادية وأصلاحات نقدية ومالية وكذلك القطاع المصرفي باعتقادي سوف تفضي إلى استقرار السوق في العراق بما ينعكس إيجابا على الموازنة العراقية وكذلك لدى السيد السوداني ربط الموازنة بالبرنامج الحكومي وكذلك المتابعة والمراقبة على تنفيذ الموازنة وتنفيذ البرنامج الحكومي السيد السوداني من وحي العملية السياسية من وحي العملية التنفيذية وهو قادر باتجاه تنفيذ البرامج لكن هذه الانفعالات السياسية قد تشنج الأجواء لكن لا تؤثر على حكومة السيد السوداني شكرا لكم ضيفية الكريمين من بغداد كنت معنا رئيس مجموعة الدراسات والأبحاث الدولية محمد العقالي كما وأشكر ضيفي من أربيل الباحث في الشأن السياسي علي الفيلي شكرا جزيلا لكم